نذر غضب شعبي واسع يلوح في الأفق من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في العراق وتحذير من قرب انطلاق تظاهرات حاشدة تحدث عن تفاصيلها تقرير لموقع إذاعة MBR الأمريكية أبرز علامة الانهيار وضع العراق الاقتصادي بحسب الموقع هو قرار حكومة الكاظم الحالية بخفض قيمة الدينار أمام الدولار إلى حدود 1460 دينارا لكل دولار فيما كان الهدف المعلن هو احتواء الأزمة المالية لتفند تداعيات ذلك القرار للدعاءات الحكومية تقرير الإذاعة الأمريكية صلت الضوء على مخاوف تجار السوق من تجدد التظاهرات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية للعراقيين وتزايد معدلات الفقر والبطالة بجانب الارتفاعات التي وصفت بالجنونية لأسعار السلع ومن جهة أخرى تزداد مخاوف الموظفين في القطاع العام بعد أنباء تحدثت عن عجز حكومي محتمل عن دفع الرواتب في الأشهر القليلة المقبلة ورغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام الذي يشكل أكثر من 95% من واردات البلاد إلا أن وزارة المالية الحالية صرحت في وقت سابق بأن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لتوفير الرواتب لنحو 7 ملايين شخص يتلقون رواتب حكومية أو معاشات تقاعدية قرار خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 20% أمام الدولار العام الماضي أثر بشكل كبير على الرواتب والقوة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل اعتماد نحو 7 ملايين عراقي على رواتب القطاع العام ليقفز بذلك معدل الفقر بالمجمل إلى أكثر من 30% عام 2020 بحسب تقارير وزارة التخطيط ولم تفلح المحاولات الحكومية تشجيع الناس على شراء البضائع المحلية لتوفير العملة الصعبة بهدف زيادة الواردات المالية وذلك بسبب شح البضائع المحلية في السوق وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات بسبب عدم جدواها في الحد من آثار أزمة قد تفتح الباب من جديد أمام مد شعبي جارف يطيح بقوى العملية السياسية وينهي نظام المحاصصة الطائفية